اشتركوا في القناة 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 يساوي سفر حتى اليومين هذا ما عناش اقتصاد ما نكذبوش على بعضنا بعض الاقتصاد تعناره في الابار تعال البترول اللي راي في الصحراء حافظوا للناس هذوك ديروا للدستانساشون الاخيرة على سبيل المثال في بعض الشركات الوطنية وحتى دخلتنا اليوم بعض الوزارات يعني حتى تشوف الناس تمشافوا كل وارب لكن مما ورا كل واباء راي يدور دون الإسباس جو دي بيان بعض الوزارات لنك ملقاوش نكذبو على بعضنا بعض اليوم لو كنابست في وهران يطالب بي يعني ينقرف على جلواش لأن الشروط الوقائية مايش مكاش الامكانيات لتطبيق الشروط الوقائية في المدارس في وهران ملنكذبوش على بعضنا بعض الشي اللي كان في الكاميرا كان اللي كان قدام التلفزة كان أما يعني الأوامر تعسيد الوزير الأول هي أوامر صارمة أنا قريتها حتى بعض الوزارات وحتى باش ماندخلش في جدل لأنه كان يوم مسؤولين تع بعض الشركات اللي داروا اجتماعات يعني للعمال على كو كان لانوت تعالي البرمير مينيست كي انتردي سو جنر ده بروسيدور ما تديرش اجتماعات نظرا للوباء ودرهم مع لميكانيسي ها ماقولش وين هي شركة وتشوف باللي كان رسالة تع وزير نقل تعقل تقل لرسالة لقرار سيد الوزير الأول الخاص بالإجراءات فيما خصى الكوفيد ممنوع عليكم يعني يمنع مثل هات التصرفات أو الاجتماعات لسيمينار لقولوك إلى خيره ولكن داروها داروها بس كو هات الناس هدو دائما يضربوا عرض الحائط قوانين تعدوا له داروها ومريكم يعني بالأدلة راكوا قادرين يجتمعوا بارفيزيو كونفيرانس ولا مع السينديكا 4-5 بارسون مع ديستانسياشون دونك في المدارس شروط الوقاية مش متوفرة عشر ملايين طالب من تنوي متوسط والإتدائي الحمد لله لمحلتوش الجامعات وسمعتو يعني الوبجيكتفيتات تعكم والقرار الصواب بتاعكم اللي اتخذتوها يعني عطرتو الدخول الجامعي ولكن اليوم كيشوفو هادوك للسواق اللي حلتوهم تاع يعني كي كي فدات في البداية تاع الكوفيد غالك ان نطوريج لليوندور هون بلان هادو لليوندور هون بلان هسكور حتوشتوهم ولا لا رم قاد بن ترغان ما عندهم بافت نطوريج نطوريج حتى أن السكانير اليوم سيته ديترمينيات ربيرتو تلي ريفيز شانتيفك باللي ينسرر ريان السكانير يندترمينيات الاتينة الكوفيد يعني كنسم أغال خوالة معي تونة العائلة تصحابنا كميسان أتن أنا أقول هدي تعميل سيريان دوتو إجراءات لازم تتخذ إلا كان ولاية لازم تغلقوا عليهم تغلقوا عليهم وتوفروا لهم المواد الغذائية باش نديروا الحاجر نحن كشعب كون نديروا اليوم استفتاء يعني على مستوى الشعب على مستوى الوطن الشعب رأي طالب أن يكون فيه مدة معينة حتى نحفظ من هذا الأخير ما تخلوناش فيه خطر اجعلوا دي سيزيون كوراجوز وزالي وار كل الشي فتا عدوية يطلع أكثر من تا اليوم ولا سمين بروشين يطلع انكور بلوس لأنه إذا خليتوا المدارس مفتوحة يديروا الوطن والآن تكون الطبيعي اللي نحيوهم بالمناسبة ونشكرهم على اللي ضحاوا ضحاوا يعني ب يعني يعني دي خدموا الوطن التحم من أجل نقض الحياة على المواطنين ماتوا ماتوا بالكوفيد اللي محاسبكم مش علي هالشعب لأنه كان مواطنين راسب عندي أصدقاء عندي يعني اه اتصالات هاتفي في في الإيميل إلى خيره وإن كان الناس يقل لك أنا منفيس يرجع يعود لاني بسع ما نديش المدرسة هادي ما ندخلوش ضروق منيش ما ندخل المرض للدار ريتيس إزيكول يا جماعة تلقيت معا اه يعني اه اه اونر يعني اه معلم بتاع مدرسة اه خاصة قلي ما دا بيا حبسوا إزيكول هدا مدرسة خاصة تعليل بحضرام قلي ما دا بيا لأنها أنا دي كونتا ميناسو كتابين موشني إستوى ليثدете شوبيا لا starredل ألم كيف انا اشوف العالم كامل تقبط فيها ها دوزيان فاق انا فيها ذاك المومون نحل النقل نحل الاسواق نحل كله وي رقم راحين كما كو زافي ريفليشيات وصاها يعني انا متمنى ان الوزير الاول تطبق بسارما وي رجال الامن حتى في بوليتيك كانت سقول لكلمشاك في التطبيق والجنارة في الفورغان تغيب مخوضرة القوات الأمن استدركت أنهم لا تكونوا يتمكنوا مواطنين لأنهم لا يتمكنوا بالقوات الأمن لذلك يقلقون هذه الدعاية نحبسوها رجال الأمن المصالحين متقيدة بالقوانين و بالقواعد التي تتحركوا بها مع الكوفيد أما الشعب وقال نعتقد أنهم يتخلص للمجتمع حين نحن الكبار لا يستطيعوا الدين سهلا لمن كيفية الحالية سهلا لوجود الاستماع هل سهلا لنسبة للمتقامات سهلا للمتقررة إن أتمنى الأزول والمتراضي إنهم سهلا يفعلوا براية المصالحين ونحن دين نحن دين إنه سهلا لجمع إنه أبداً إنه هناك لا تريد أن يستمر إنه أبداً إنه سهلا لجمع المسال على المساوات من الماضي وحسورة لبنحن الفيديو لبنحن محبثوا وحسورة لربما يمكننا حصل على تخيصات من حين أن نستعرع على المساوات وحسورة على هذا المفيد إنه عدة مدينة وينهي لن أعضل من خلال أساسي يجب أن يساعد للغاية فهذه الأجل زيت ينورجنس أما كان بعض العائلات اللي عنهم حتى المرض في الدار ولكن يبعثوا أولادو هات نتهنا منهم برك باش حاكانوا واحد مكونيكتي واحد منا دريرهم ليه ندبروا يصنهم بيهم نان ديزولي فما يخص اليوم يعني المجال الدولي لنرجع القضية تاعم المغرب وقضية إقرارات كانت فيه ندوة صحفية لسيد الوزير الخارجية سيد سبري بوقدوم على المالي الأخيري ونتكلم على عدة قضايا لتهم المنطقة منطقة أفريقيا والديبلوماسية الجزائرية والشي اللي قامت بي الديبلوماسية الجزائرية ففي المالي الحمد لله اليومين هذا الناس اللي اخذوه يعني الأمر بعد إيباكا في المالي هما متقيدين باتفاق الجزائر لزاكوردالجي اللي كانوا اتفاق دي هو يشمل كل طواقف من الشمال للجنوب تاعم المالي حتى يكون يعني قرار أو أناكور يعني اتفاق توافقي توافقي لكل أشريحة اللي هي في المالي نتمنى أن لأكوردالجي لعدة مرات فرنسا ضربت بديانا كي جيت ليبيريلي 250 تيروريس في الحدود التاعي هذا اللي الضرب باتفاقية هذا بعد ما هوش لأن فرنسا تتذكروا بعد ما انصرى انقلاب هما يعطلوا انقلاب ونعطلوا تصحيح وانا نتحمل مشكلية كلمة تصحيح في المالي من طرف ضباط شبان اللي ما مش خاضعين لأوامر فرنسا مع الإمام إديكو يعني اللي كان عنده دور كبير فيما يخص النشاط السياسي أو الموباليزاسي يعني التجنيد تاع المجتمع المالي فيما يخص الإطاحة بنظام إيبيكو إيبيكا يعني الناس هدوا لما تكلموا تكلموا للرجوع إلى اتفاق الجزائر لأنه كان اتفاق اللي هو يخدم مصلحة الشعب المالي واللي هو يشمل كل طواقف المالية واللي يكون عنده يعني وزن ثقيل لأنه فيه توافق لكل أطراف فالجزائر هي تعمل من أجهد الشيء حتى ولو فرنسا بعد ما كان فيها اصدر قرار أو يعني من ديكلاراسيون إعلان عن الرجوع إلى اتفاق الجزائر فرنسا طلقت 250 تيروريس في المالي وكان فيه الضرب لقوات المسلحة المالية ماتوا جنود ماليين طلقونا 250 تيروريس منهم واحد اللي اقضبناه في تلمسان يعني لانا باش نقولكم في الجزائر الفرنسا سنتير ميت شعرموا واحد يسقسيني حبسوني فالطريق قولوك ما تخافوش على بلدكم عندكم جيش قوي وعندكم شعب قوي وعندكم إرادة قوية وعندكم إيمان قوي بأن الوطن هو خط أحمر على الجميع على العالم كامل الجزائر من سمحوا شفاء لانا لدينا وحدات للجيش الوطني الشعبي اللي هي صهرة على الحدود ونوخ خط أحمر ونحن أحمر نحن تارميتيك لطو سكي سپس سنوخ خط أحمر نحن نعلم نحن نحن نعلم ها اللي قرب الحدود تعلق لا ها فالتيروريس عاش عندهم موكلوه شربوه تلقوه سمنا ما تخذبناه باش نقول لكم نحن عدة مرات يعني تتقلص تولي هاك ديرا يعني تيروريس دروك معلغي هرب الجوية التي تبروتيجه فيها في فرنسا لأن فرنسا لما تتكلم على محاربة الإرهاب في إفريقيا هذا غالط هذا التقليد للرأي العالم العالمي فرنسا جاءت لإفريقيا للدفاع عن مصالحها الشخصية وامتصاص الخيرات لإفريقيا منها اليورانيون في النجار الذهب في المالي الفوسفات في الصحراء الغربية يعني في غرارات لأنها لما تدفع المغرب المغرب ما هيش حاجة كبيرة المغرب كما قالها شو رحيما قالوا لي يقول مقول المغرب واش ما قوة عندها باش تروها الغرارات غابلوب رهم في غرقة رهم في غرقة إذا الأخ المخرج يسمح فيها بعتلي الفيديو تاع الماليك هذك اللي غادي يدير الثورة يعني ضد البوليزاريو هذاك الماليك الصغير هذاك بعتلي تشو نشوفه ها ها وينه عهد الأمير مولاي الحسن وهو يدشن سموه الحديقة الوطنية للحيوانات الجديدة بالربع هذا الشعب اللي امن بالحقوق التاعه ها 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 باش يحرموا الشعب من الاستقلالتاو الشعب اللي محمد شوف 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 هادك بعباي هادك هاه ها هادك ما يهبتش بفزاف بس وادك ما هو ما ومن فهم ها 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 صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يقص الشيطة الرمزية إيذاناً بتدشين هذا الفضاء الطبيعي الذي يمتد على مساحة خمسين هكتاراً سيمكن من عرض جملة ناحية لي هذا رايح للزو ما يقول هذا الزو حتى يعني هذا المخزن هذا زو يعني يدفل صغير وهو هذا جاي يكس بليكي لها هذا ليزاني مو هذا يعرفهم خير منك بس هذاك صغير يعرف ليزاني مو يا أخي المملكة يا أخي يعني كما قالها الرئيس الراحل اللي هو ريبو مدين الرحمة والسعلي في 76 دار خطاب وتكلم على قاضية هذه على المغرب أنه قال فرنسا تخطط والمغرب ينفد بالنسبة للصحراء الغربية وقال ما نشتمش المستقبل لأنه في المستقبل يكون عندنا لقاء مع الشعب المغربي لأن الأمور تتغير الشعوب ستنتفض أسكو الشعب المغربي اللي عيشها لي وعيشها من بعد البنديمية الميزيريال اللي هو فيها الشي اللي يصره في الريف أسكو يقبل أن تبقى للمملكة هادو هاد الأشخاص يحكموا فيه ما نظنش لأنه ما نقدروش نشتمو المستقبل مستقبلتانه مع الشعب المغربي أما بالنسبة للمعبر تعال الغرارات ويندروا معبر الغرارات والمغرب عنده الحق أنه يسوق يسوق لما يكون عنده اتفاقيات مع جمهورية الصحراء الغربية كتكون مستقلة ويندروا اتفاقيات ويندروا المغرب العربي كبير وتفوت يعني الحافلات أو الشاحنات على المغرب تفوت على الغرارات وتدي الشحنة تحل الموريطانيا والمالي إلى خيره هادا باتفاقيات بالمغرب العربي الكبير لما نحترم استقلال كل الدول ومن الدول اللي يعني تعبرت عن المغرب العربي الكبير الصحراء الغربية اللي من 1960 في القرار 15-14 هي دولة لتقارع لتقرير المصير إذا كان المغرب باللي هو على حق أو المخزن على حق أن الشعب هذا التعو والأرض هذه التعو يروح يدي الاستفتاء من 91 لما يعني كنشوف سيد الغالي وزير رئيس عافوين رئيس الجمهورية الصحرائية يتكلم عن عن أن نرفض وقف إطلاق النار ذروك لأن وقف إطلاق النار يساوي تقرير المصير رريفة روندون هدي هو المنور السوسيالي دبي 2011 في الصحراء الغربية لأجل تحضير تقرير المصير استفتاء لتقرير المصير اللي ما كاش تقرير المصير ما كاش وقف إطلاق النار وأنا قلت عدة مرات إلا الشعب الصحراوي يبغي يديني استقلال تأويد ديها إلا بسلاح إيا كان تقرير المصير إيا نكمل على سبيل المثال ما نشوفوش يعني دي كومينيكات على الرمي ماروكان ما كاش لأن الرمي ماروكان اللي قلتكم البارح الجنود داي رقدا في الطريق رقدا في الكمائين بلا ماكلاب بلا شراب ماذا ما دبرونش صبابط ماذا ما دبرونش زورات وراه البرد في الصحراء داكور على سبيل المثال إلا الأخ مخرج يعطيني صورة هذا يعني يعني سكر مغربي فوت عشرين سنة ثلاثة وعشرين سنة في الجيش المغربي وصبار عشرين سنة في الصحراء شوف كيف ها كمل حياته إلا الأخ مخرج عنده الفيديو يعطي هالي شوية أعطيني الصوت حركوا كثيرين مانسين أعطيني الصوت حكما أيضا هي انا쳐 حركوا النار كان عسكري 23 سنة ليال السربيس 17 سنة في السحراء هانتومه أو مريض الناس هنا وكل ما لقى هذا الناس يبقى متشريت في الزنقة كيف تلك الجندي الجيش المغربي؟ كمال 23 سنة في الجيش و 17 سنة في السحراء مريض بقل اذا قد بتي وتعك سب وزورة مريض بقل ما عنده دوا ما عنده اسيرونس انت يا المالك كيف قدي تجند هاد الجيش هادا اللي رايشوف اسحابه اللي عاشوا قبلوه كيف هرهم عايشين ذروك كيف هرهم قيوسين ذروك انت غادي تستعمر ولا هكتاكل على اسرائيل و فرنسا أعطيني على المالك المغرب مجلة فورباس فورباس احنا مدرنا هاش ها هذه مجلة سبيسياليزي اعطيني تشوف فيقع المغرب في مستوى متدني بشكل يبدو انه مقصود اذ اشار اخر تقرير للامم المتحدة الى ان المغرب هو احد البلدان في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا التي تعاني اكثر من غيرها من الفقر والقيود بعد ان واصلت انحدارها في مختلف التصنيفات وذكر التقرير ان ستون بالمائة من المغرب يعيشون في حالة فقر وتهميش في اتعاس حالته ويشير التقرير الى ان مليون مغربي يعيش باقل من دولار واحد في اليوم وان ثلاث وثمانين بالمائة من النساء في المناطق الريفية لا يزن اميات استطاع الملك محمد السادس اقامة امبراطورية مالية تتماشى مع متضلبات العصر الحالي تبقى نزيد او لا نسكت خمسة مليارات دولارات يعني العيلة تتعو يشري في امور يعني الساعش حالت سوا وتشوف يعني الشعب الشقيق يغيذونا لان اخوتنا الشعب هذا اقينا وكيما قالك الرئيس الراحل هوري بومدين ما نقصفش المستقبل وما نسبش المستقبل لانه حان الوقت وعند قريب اننا نتلاقاهم مع الشعب المغربي ونكونوا خوة لانه هاد الامبراطورية حتى في الخارج اليوم فيه نهضة نهضة لانه الانترنت اللي سريان باسي النهضة هدي تع شبان حتى لا حسب كنتم الشبان تع البلدان اللي اللي تطبيع مع اسرائيل هما قابلين مهمش قابلين فليه هذا هاد المملكات وهاد الامارات الوقت التحم لو كرونو ها كمانسي الدقة تع الكرونو لو كنت على الوبور ها كمانسي المملكات ما تبقاش في المستقبل ابري كوفيد النهضة اللي غادي اللي ينهض بها الشبان تع البلدان هدي غادي تغير العالم من جديد طفل صغير يعني في سل الارهاق دايرها انتا باش يحكم فيه جيش يبوسوا لها رجليه وكرعيه و الجلاليه بكي ما قالك ابو مدين الله رحمه السعاليه قالك الديمقراطيات تعنا ما تسمحناش عشان هنسمى انبوس الايادي ونبوس البرانيس بهذا اللي غاديو ستعمروا الشعب اللي قبل انه من 75 راقد في القواطن من اجل الارض التاعه باش يحز الارض التاعه وباش يحرر الارض التاعه انتو مارك محاسبين بالجيش هادا لكم سامحين فيه كيما السيد اللي شفناه راجع ربي يشافيه ويعينه يعني بالجيوش هادو غاديتقبلوا انتو مالصحر الغربية والبوليزاريو راكم غالطين لان الاراضة كيما قالها الضابط المغربي في الفيديو قالك ماش قاضيات على سلاح حتى وتشلوها سلاحة على كايين دول في الخالج كايين مملكات انا لما نسمع انه في في ليبيا القاطر كانت من البولدان اللي دارت دو كومبا فوق ليبيا اوه اللي من قاطر هادو كانت انه في 2011 باكستان باكستان خلص عندك بيلوت ويفي راح يبومباردي هو ما على بلو شو يبومباردي في عرب هو وين على بلو ورا خلص مادام هي خلص مادام هي خلص مادام هي خلص تدسيب بلاد عند ربعملية ألف ناس اما يقولك عندي آرمي كش من آرمي عندك هو دي ربعملية ألف عندك لي يصلحوا عندك لي يخدموا الماء وعندك تأسيال تانى كيمة تانى عندك تاعتري سينتي عندك عندك لي بيلوت عندك رادمي سراسون في 400 ألف كلش مارسونير ودراهم ما بقاوش في العلب لو جاي لان كي ما تشوفك بعض المملكات اللي كانت تلعبوا بدراهم ويشرووا في ليوت صبحوا انهم يطلعوا الضرائب على الشعب التحنبس يزيدوا لي كيبيروا شوية دراهم للخزينة بقاوش دراهم بقاوش تلعبوا بالشعوب لان الشعوب ستنهض وستنقلب عليكم عند قريب لانا التطبيع نداروه أمراء مداروه مولوك ما داروه الشعوب تنقل عليكم نرجع الخلام متاع الرئيس الراحل اللي هو ري بومدين ما نشتمش المستقبل لان المستقبل سيلاقينا مع الشعوب لان احنا إخوة كشعوب ولكن هاد المنظامات الإجرامية أنا نعيط لها منظامات إجرامية اللي تدي قرارات في براسة الشعوب مداروه متراش بعيد لانا الأمر تبدل أمر تغير تبعت جون دير الصحراء الغربية باش يرغوت في الطريق وليرغوت في كاميو بيدون كوفيرتا وهذا يروح يحارب غدوه هذا غدوه يروندي كان في قرارات عن بعض نشاطاء السياسيين المغاربة وضباط المشقون اللي هما في أوروبا إلى أخيرين وين يتكلموا على يعني بوكو الدزيرشون يعني الناس اللي هربت من من الجيش المغربي يعني بينما معناش اللي يكومينيكيات على الارمي ماروكان على الاسوبراسون تحاق ولكن جبت البوليزاريو والجيش التحرير للصحراء الغربية هو يدير دي كومينيكي واعطى حتى الأرقام والعمليات اللي قام بيها اللي باز اللي يقصفهم يعني نجمون ورهم لكم في جوجل عن تقاريب يعني اللي يقصف بيهم في اللي باز ماروكان فالجيش قال لك أنا ما نحبش لأنه حبست حبست أني حبست حبست يعني السلسيل في هذا منزلش نكمل به وهذا من حقه فنظن أن حان الوقت أننا اليوم نشوف إما لأنها حرب حتى ولدامت ربعين سنة خمسين سنة بين المغرب والبوليزاريو فالرجوع هو لطاولة الحوار يلي الغريب كانوا في طاولة الحوار ولكن قوة خارجية فرنسا إسرائيل إمارات بعض الإمارات من من الخارج أنهم دفعوا المغرب للمعزق هذا المغرب لازم لها تسيب مخرج مشرف لها بش ترجع لطاولة الحوار لأنها ما عندهاش خروج أخر إلا الإنهزام أو الرجوع لطاولة الحوار لأنها لما جبت البوليزاريو قررت أنها تأخذ الاستقلال تاها عن طريق وكأن الآلاف كما قالها السفير الصحراوي آلاف متطوعين اللي التحقوا بالجيش جبت البوليزاريو فالمغرب إلا خيار واحد إما ترجع لطاولة الحوار وتنعى للشيطان وتحبس نزيف الدماء بين إخوة عرب مسلمين أو تنهزم لأن إرادة شعب في تقرير مصير تأوب ولا قوة تقدر تحبسها سيدتي سادتي شكرا لكم وإلى اللقاء في فرصة أخرى إن شاء الله